دي كانت صورة عن تمرين النادي الاهلي النهاردة حالة معنوية للعيبة اللي بيتهيالي ان شاء الله اعتقد انه حالة الجاب اللي حصلت بعد ما كسبنا دوري الابطال انتهت خلاص ومطش الانتاج اعتقد دخلنا دورنا تاني في عجلة الدوري ومرة تانية بأكد جماهير النادي الاهلي مش هتتنازل عن بالمناسبة الحفاظ الحفاظ الاهلي حامل لقب بطولة الدوري وان شاء الله بإذن الله قادرين على حسم البطولة وبمناسبة مناسبة الكلام على العدالة والمساواة بأفتكر كويس جدا وبدي ما حتش تكلم عليها ومحدش عبر عنها رغم انه في التوقيت ده الاهلي كان الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية في بطولات افريقيا من 14-4 ل10-5 انا ما بنساش الفترة دي واحدة من اصعب الفترات اللي ما فيش فرقة في الدوري عدت عليها انت بتلعب في كل موسم 34 مباراة لعبت منهم 9-9 مطشاط في خلال 27 يوم من 10-4 وارجعوا لدفاتركم وارجعوا لجدولكم تفتكروا كويس جدا واخدناها رايح جاي على الرغم من الاهلي بعد 9 مطشاط دول كان عنده مواجهة ماميلدي سانداونس في بطولة دوري ابطال افريقيا مواجهة طبعا في دور الثمانين ورغم كده محدش تكلم ورغم كده الاهلي لعب مطشاطه كلها والتزم تماما ومحدش تكلم ومحدش علق ومحدش تكلم على فكرة انك تساند او تدعم بطل مصر اللي بيمثلك في بطولة افريقيا واللي حيز على لقبها او حامل لقبها وبينافس للمرة العشرة على تحقيق انجاز التتويق بالبطولة ما سمعناش صوتكم